الخبر الآخر اللي شفناه النهاردة هو خبر دار الإفتاء المصرية في فتوى رتق غشاء البكارة أرى أن الفتوى صحيحة يعني في مجملها فيما ذكر الضابط اللي قال الحالات اللي فيها الاغتصاب لا لا بس أنا أختلف معك في حاجة مثل هذه القضية هل تتحول إلى مبدأ عام؟ ده الخطأ اللي فيه أنا نكلم الفتوى كفتوى الفتوى يعني إيه فتوى بقى؟ الفتوى يعني الأصل في إن الإنسان وذاك يوجد كثيراً كثيراً ما أقرأ في كتب الفقه خاصة عند الأحناف وهذا مما يعرف ولا يعلن ولا يفتى به يعني لما تلاقي الفقه بي نأش أضايا ويقول لك الأضية دي لإني عارفين ده مداخل الحكام فيها فيعقبه لو الناس دخلت على الشملة ولا على أي موسوعة وكتبه ويعرف ولا يفتى به أي لا أكذا مسألة عند الأحناف بالذات في فقه السياسة الشرعية قالوا لألا يستغله الحكام الظلمة وده بينصه إن العالم يبقى عارف رأي الشرع إيه لكن مش هيفتبي لإني سيستخدم لا وغير كده كمان لا بد أن نفرق بين المبدأ الفقه العام وبين الفتوى الخاصة التي تبقى مراعية يعني الأصل في هذا المنع لأن هذه المسألة تساوي مباشرة الغش والتدليس والكذب نعم ولأنه في عرف الناس الآن البكرة بأشرط من شروط الزواج يعني إحنا على طريقة الحنفية في إنه البكرة لا تعتبر إلا إذا اشترطها في صيغة العقد في مصر مثلا ينصوا عليها بكر آي وغير رشيد ده مسألة فقهية دقيقة نعم لأن الحنفية قالوا البكرة لا تعتبر إلا إذا اشترطها نعم وبالتالي وبيشترطها في العقد باعتبار إنه لو ما طلعتش بكر يبقى دهتدليس وبقى دهغش وبقى كذا وكذا ومن ثم المسألة لها أثر فقهي فلما تجي أنت تطلق المبدأ العام وتقول لي عنوان كده عريض بأنه يجوز ترقيع أو رطق الستر محدش يختلف فيها دكتور حاتم يعني الستر يا أخوانا حتى لا يفهم أحد الكلام اللي نعوه به دكتور حاتم خطأا الستر هو واجب أنا لو شفت ناس بإتنين بيزنوا أصلا واجب عليها الستر هل سترته بثوبك فعشان بس ما نفتحش باب إن إحنا رفضين الستر لا إحنا حبين الستر لكن رفضين التدليس رفضين التلاعب بشيء هيستغل ولكن من باب المغتصبة محدش بينكر لحظة بس أصل هو أنت كمان أما يطلق هذا كمبدأ عام كأنه بقى النحية التانية المقال التاني ليه أنه يفهم منه لا تحريض على إيه وتشجيع على إيه لأنه اللي عايز يعمل حاجة اللي عايز تعمل حاجة تعملها وبعدين تعمل عملية رطق كأنه يفتح بها فسادة وبالتالي لا المبدأ العام أن هذا تدليس وهذا جيش ممنوع شرعا مسألة الرطق ومسألة حالات الضرورة يعني تقدر بقدرها لبنته تصبت ولا ولا دي تبقى اسمها فتوى مش حكم نعم يبقى لما تروح تستفتي دار الإفتاء ولا تستفتي شيخ الجامع يبقى يفتيها على قدرها الفتوى بتبقى الحالة مخصوصة ولا تتعدى إلى حالات أخرى وده داي ننظر الإفتاء طول عمرها يعني أيام دقاتها وأنا قرأت في الفتاوى الإسلامية لدار الإفتاء المصرية اللي كانوا 22 مجلد قبل لما يمسك الشيخ سيطنطوي بعدين بعد كده أكمله بأرزن 27 و28 فكان في الجزء السابع على ما أذكر للشيخ حسن مأمون فتوى في هذا الموضوع زوج وجد زوجته ليلة البناء ليس بكرا ما لقاش غشاء البكارة وبعدين حملت فهو بيسأل فقال إن الشيخ كان دارس في الصربون ومطلع يعني على العلم فقال له لا في أنواع غشاء مطاطي فلا تبادر بالاتهان الفتوى كلها في أرشيف الإفتاء في كتابها يرى طالبة العلم ده مش في ترقيع مصطفى محمود لما واحد استفتهم في كتابه الله والإنسان وكان ملحد ما نشرش الفتوى كتبوا الفتوى ردا على السائل ونشرهاش ليه لعدم نشر ما يدعو إليه مصطفى محمود وقتها طيب يعني إذن الخلل في هذه الفتوى عندنا إنه تم تحويل معنى صحيح لكنه فتوى خاصة عمنا قدر بقدره وفي حالات خاصة جدا وباعتبارات دقيقة جدا تم تحويله إلى مبدأ عام وده خلل كبير جدا في الخطاب الشرعي إذا كانوا بيتكلموا على تجديد الخطاب الديني فأقل درجات التجديد للانضباط في الخطاب الديني لا يتحويل ما هو خاص وما هو فتوى وما هو مقدر بقدر إلى مبدأ فقه عملا ده بلخبط الناس ترجمة نانسي قنقر